موسيقى السلام عليكم طلابنا العزاء من فضايا العراق التربوية نرحب بكم ونقدم لكم درس جديد لمادة شبكات الحاسوب للمرحلة الثالثة لقسم شبكات درسنا يتحدث هذا اليوم عن جهاز مهم في الشبكات هو جهاز الموجه أو نسميه بالراوتر دعنا نأخذ تعريف جهاز الموجه طبعا جهاز الموجه هو جهاز يشبه الحاسوب يستخدم في الربط بين الشبكات المختلفة إذ يعمل هذا الجهاز بتوجيه وتحويل البيانات بين الشبكات المختلفة ويتعامل مع الأجهزة عن طريق عنوانها المادي الـ IP هذه لازم نهتم بها أنه هذا الجهاز يتعامل مع الأجهزة عن طريق الأنوان المادي الـ IP هو انترنيت بروتوكول حيث يعمل على تكوين جدول للأجهزة المرتبطة به يسمى routing table إذن هذا الجهاز يقوم أي جهاز يربط به يقوم بتسجيل عنوانه في جدول خاص يسمى جدول التوجيه أو routing table يسمونه routing table إذن لو نجي على محتويات هذا الجهاز نجي على محتويات هذا الجهاز نشوف بمجموعة من المحتويات طبعا هاي مهمة طلاب دائما نجي تعريف الموجه وعدد محتوياته شنو محتويات هذا الجهاز جهاز الـ router أول شي ذاكرة RAM اللي هي اسمها random access memory هاي مختصر مالتها هي ذاكرة مؤقتة وهي ذاكرة العمل حيث تفقد محتواته بمجرد اطفاء الجهاز إذن هاي ذاكرة العمل اللي نشتغل عليها وتفقد محتواته من تطفى الكهرباء أو تطفى الطاقة عن الجهاز ثانيا ذاكرة non-VRAM اسميها non-VRAM هاي نفس ذاكرة الرAM لكن تختلف عنه انه تحتفظ بالبيانات بصورة مؤقتة عند انطفاء الجهاز والذاكرة الثالثة هي ذاكرة الفلاش ذاكرة الفلاش هي ذاكرة قراءة فقط read only memory هاي الذاكرة قراءة فقط يعني شون الكتاب نقرأ بيه هاي بنقرأ بيها لكن من استطيع ان نكتب بيها يمكن مسحها واعادة برمجتها بوضع يوضع برمجتها ويوضع فيها نظام التشغيل الخاص إذن أهم ذاكرة تقريبا هي ذاكرة الفلاش لأن operating system لجهاز الراوتر يوضع في هذه الذاكرة وتسمح بعمل تحديث لنظام التشغيل بدون إزالة الموجه إذن ذاكرة الفلاش هي يوضع فيها نظام التشغيل الذاكرة الرابعة هي ذاكرة الروم اللي سبق ما قلناه مختصر read only memory ذاكرة القراءة فقط يوضع فيها برنامج بدء التشغيل إذن برنامج بدء التشغيل نسميه start up يوضع فيه ذاكرة الروم للموجه وبدء الإقلاع كذلك البوتنج يعني أول من شغل الجهاز أي معلومات تظهر على الشاشة هي هذه المعلومات تخزن في ذاكرة الروم وأخيرا عندنا الenterفيس الواجهة يعني واجهة الجهاز تحتوي على نظام مداخلة يسمى osi ويخزن في ذاكرة الفلاش إذن هذه خمس محتويات هي محتويات جهاز الموجه إذن ننتقل على شنو استخدامات جهاز الموجه لو نجي على استخدامات جهاز الموجه دعنا نكبرها هنا استخدامات جهاز الموجه أول شيء يربط بين الشبكات ذات الاختلاف في الشكل الهندسي يعني الشبكات اللي تختلف من حيث التوبولوجية مالتها شكل الهندسي يعني شكل الهندسي تصميم الشبكة يقوم بربط هذه الشبكات المختلفة ثانيا يعمل على تقسيم الشبكات يقوم بتقسيم الشبكات إلى شبكات صغيرة وشبكات كبيرة ثالثا يعمل على أرسال بيانات بين الشبكات المتباعدة إذن يقوم بأرسال البيانات بين الشبكات المتباعدة ورابعا يربط بين مجموعة من شبكات اللان إذن يربطنا بين مجموعة من شبكات اللان إذن شبكة اللان ما نستخدمه بس إذا نريد نربط شبكة لان مع شبكة لان نستخدم جهاز الموجه اللي هو الراوتر أخير شيء عندنا أنواع من الراوترات أنواع من أجهزة الراوتر مثلا الموجه المنفصل يعني بس راوتر فقط ثانيا عندنا الموجه المدمج هذه الطلاب يعني مجرد اطلاع عليها لأن معلومة يعني بس تسميات فقط والموجه مع المحول المدمج يعني راوتر مع سويتش دامجينة في جهاز واحد كما يعني موجود في بيوتنا هذا الراوتر هو عبارة عن راوتر وجهاز سويتش وجهاز هاب رابعا موجه زائد محول زائد مودم موجه زائد محول زائد مودم خامسا نلاحظ موجه زائد محول زائد مودم زائد نقطة الاتصال نقطة الاتصال عبارة عن هاي الأنتناء أو الأرية اللي ظاهرة من الراوتر هي تسمى بنقطة الاتصال عن طريقة ندخل إلى الراوتر أو نسلم البيانات من عنده سادسا موجه زائد مودم زائد محول زائد نقطة وصول مدمج وسادسا موجه زائد محول زائد نقطة زائد يو اس بي إذن هذا اليو اس بي اللي كلنا نشوفه نخلي بالفلاش أو نخلي أي ذاكرة خارجية إذن هاي نبذة مختصرة عن جهاز الراوتر نلاحظ هنا التجربة اليوم اللي راح نربطها أو الدائرة العملية اللي راح نربطها اليوم هذه هي شكل الدائرة العملية هذا موضح هذا الراوتر عندنا وهنا جهاز سويج وعندنا جهاز سيرفر وهنا ديسكتوب وحاسبتين لابتوب فراح نربط اعتبر هاي شبكة محلية نربطها مع جهاز الراوتر طبعا جهاز الراوتر قلت لكم أنه يتعامل مع الأجهزة عن طريق العنوان المنطقي اللي نسميه هو IP Address كلتنا متصلين بالأنترنت عن طريق عنوان يسمونه العنوان المنطقي هذا هو العنوان المنطقي يتكون من 32 بيت نلاحظ أربع خانات هذه الخانة ثمانية بيت هذه ثمانية بيت إذن 16 24 و 32 يعني كل رقم عشري يفصل بينهما نقطة هاي الصيغة التي يكتب بها العنوان إذن يتعامل قلنا الجهاز يموجه مع العنوان المنطقي ويربط الأجهزة عن طريق عنوانها المنطقي إذن لو نذهب نلاحظ هذه الاستمارة مالتنا استمارة العمل اللي تجي بالامتحان نلاحظ هذه الاستمارة نربط التجربة أو التدريب حسب هو اسم التدريب حسب هذه الخطوات إذن رح نشوفها حسب هذه الخطوات نربطها تصميم شبكة باستخدام جهاز الموجه بواسطة جهاز المحاكات الآن ننتقل إلى عفوا الآن ننتقل إلى الفيديو مالتنا أو التجربة مالتنا رح نشغلها رح نشغل تجربة مالتنا هذه التجربة أول خطوة قلنا أول شيء ندخل على الحاسوب نفتح جهاز الحاسوب ثم نذهب إلى أيقونة الجهاز Cisco Pocket Tracer دابل كليك يسار ويفتح الجهاز نلاحظ دابل كليك يسار فتح جهاز مالتنا إذن هذا برنامج Cisco Pocket Tracer Student نلاحظ ننتظر إلى أن يتم تحميل البرنامج وفتح منطقة العمل إذن هذه منطقة العمل نقوم بتكبير منطقة العمل ثم نذهب إلى الأجهزة هذه الأجهزة اللي على اليسار نختار أول شيء جهاز الراوتر هذا هو جهاز الراوتر نضعه في منطقة العمل جهاز الراوتر في منطقة العمل خليناه في منطقة العمل جهاز الراوتر رح نكبره على مجد شوية بين أوضح للطالب وهذا جهاز الراوتر طبعاً نلاحظ فيه جهاز الراوتر جهاز الراوتر نلاحظ ثم نأتي بجهاز الاسويتش وبعدها نرتب العمل نلاحظه نقوم بترتيب العمل ثم نختار جهاز السيرفر والجهزة الحاسوب هذا جهاز حاسوب وضعناه في منطقة العمل ثم جهاز السيرفر سيرفر قلنا في تجربة سابقة قلناه عبارة عن جهاز حاسوب يمتلك مواصفات خاصة يقوم بعمل إدارة الشبكة إذن بعد أن وضعنا جميع الأجهزة في منطقة العمل نذهب إلى جهاز الراوتر طلابنا الأعزاء انتبه أنه جهاز الراوتر هنا هذا الصفحة صفحة جهاز الراوتر الخارجية نلاحظ أنه لا يحتوي على منافذ هنا يجب أن نضع منافذ فيه كيف نضع المنافذ؟ أول عملية نطفئ الجهاز من هذه النقطة نطفئ الجهاز ثم نقوم بأخذ هذه المنافذ من هذه النافذة من هذه النافذة نأتي على أخذ منفذ إذن هذه المنافذ نقوم بنقلها نلاحظ هذا منفذ Fast Ethernet وضعناه في الفراغ ثم نقوم بتشغيل الجهاز إذن شغلنا الجهاز ثم نذهب إلى Configuration مرة ثانية نلاحظ أنه هذا الراوتر مالتنا يجب أن نشغل نلاحظ هذا هنا Port Status يعني حالة البورت يجب أن نشغل لأن إذا كنت غير مشتغلة لا يربط الجهاز بصورة صحيحة فيجب أن نضع علامة صح حتى نستطيع ربط الجهاز لأنه يحتوي على منافذ هذه المنافذ طلابنا العزاء إذن الآن نقوم باختيار الأسلاك لربط هذه الدائرة نختار الأسلاك هذا السلك ونجي على Fast Ethernet نربط ربط ما أول نلاحظ الربط ثم نربط الجهاز الآخر Fast Ethernet ونربط نلاحظ الربط مالتنا صحيح ونلاحظ هذه الدوائر تتحول من دوائر خضراء إلى دوائر برتقال البرتقالية عفوا إلى خضراء ثم هذه منافذ الجهاز الـ Switch ونستمر في الربط بهذه الطريقة إذن ننتظر ثم نقوم بربط الجزئين الأخيرين دائماً عن طريق منفذ Fast Ethernet منفذ Fast Ethernet هذه المنافذ هذا طبعاً الـ Switch يحتوي على 24 منفذ نلاحظ الربط مالتنا ننتظر إلى أن تتحول هذه الدوائر إلى دوائر خضراء إذن ربطنا صحيح لأن في هذه الحالة يقوم الجهاز بالتعرف على الأجهزة المربوطة به ويستغرق الفترة 30 ثانية مستعج ثانية عملية الليسنينغ وعملية الليرنينغ إذن باوة لاحظ تحولت ثم هنا نقوم بتغيير أسماء حسب الموجودة في الاستمارة هنا نسميه مثلاً سيرفر نطي رقم دعش مثلاً سيرفر رقم دعش ثم هنا الحاسبة نقوم بتغيير اسمها ديسبلي نيم بي سي زيرو مثلاً نجعلها بي سي عشرة أو 12 مو مشكلة التسمية المهم أم تسمية صحيحة طريقة وهذه كذلك بي سي وان راح تصير بي سي 13 ونذهب إلى الجهاز الآخر كذلك ونغير التسمية لابتوب مثلاً عشرة سميناها لابتوب عشرة هذه تمت بصورة صحيحة ثم أخير خطوة نذهب نذهب إلى السيف أص نقوم بخزن أي تسمية نقوم بخزن إذن نخزن تم خزن الموجه كتبنا الموجه إلى هنا طلابنا ينتهي درسنا لهذا اليوم ونتأمننا أن تكونوا قد استفدتم من ذلك إلى أن نلتقي في دروس قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة